ايه الفرق بقى ما بين الوزن المثالي والوزن الطبيعي وده دي نقطة مهمة اوي 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 الوزن المثالي هو اللي احنا لسه قللين عليه ده اللي هو المعدلات والارقام اللي احنا قلنا عليه طبعما ما لقى الوزن الطبيعي الوزن الطبيعي باختصار هو عبر عن جملة معينة الوزن الطبيعي هو ألا يزيد أو يقل ألا يزيد أو يقل وزن الطفل عن 25% نقص أو زيادة من الوزن المثالي أقولها لكم بطريقة تانية يعني الطفل إذا كان مثلا وزنه المثالي خلاص 10 كيلو حل ربع العشرة كيلو دي كام 25% من العشرة كيلو كام 2.5 كيلو مفاجأة دي بالنسبة للناس كتير صح كده إذا كان الزيادة أو النقص ما تجاوزش 25% يبقى الوزن ده في الإطار الطبيعي يعني برضو بلغة الأرقاب لو الطفل وزنه 10 كيلو ده الوزن المثالي خلاص يبقى وزنه الطبيعي يبدأ من 8.5 من 7.5 أنا آسف مش 8.5 7.5 خلاص والغاية 12.5 الله يعني معنى كده إن الطفل اللي وزنه المفروض يبقى 10 كيلو لو وزنه 7.5 ده مش مريض مش مريض لكن وزنه مش حل هو على بداية الوزن الطبيعي وإحنا اتفقنا في بداية كلامنا كلنا بلا استثناء حتى بالفطرة عايزين ولادنا دول أحسن ناس في الدني أحسن حاجة في الدني فإحنا إنما أنا بقول لكم إيه إن هو أمر يتطلب بس التركيز بقى التركيز بقى نشوف بقى رضعته ونشوف بقى إيه المستوى الرضعة دي ليه مش بتحقق الوزن المثالي وهكذا أو بعد كده طب أكله عمل إزاي طب عنده مشاكل في التسنين طب عنده مشاكل في اللسان طب وهكذا يعني ده أمر يدعونا إلى مزيد من التركيز إنما هو الإطار الطبيعي بيبدأ من كده طبعا كل ما كانت يعني مثلا لو الوزن المثالي عشرة كيلو بس ابننا أو بنتنا طلع تسعة كيلو أحسن بكتير ما يطلع تمانية أحسن و أحسن بدل ما يطلع سبعة أو سبعة ونص تحت بقى سبعة ونص لأ يبقى فيه مشكلة فيه أنتوا قصدي؟ يبقى المعيار بتاعنا الفرق ما بين الوزن المثالي والوزن الطبيعي إنه يكون معدل النقص أو معدل الزيادة ما تجاوزش 25% من الوزن المثالي